أسرار الملك بوجة النصر العاشق نجم عربي كبير أنسكو جدع التونسي عاشق الأهلي قصة انضمامه رغم الإغراءات اللي عرضت عليه نشوف هذا الفيديو ونشوف كواليس الصافقة عند المهانس عادل كان معندكش مشكلة أنت تروح تلعب في زمالك والله كان الأمانة كان مخوف فينا من زمالك ممكن الفرق أنه النيد الأهلي تسمع اسم النيد الآلي يجيك الطمأننة ليه تخاف من زمالك فرق كبير لا لا مش خايف من زمالك يعني ظروف ظروف في نادي الزمالك يعني ما كانش فيه استقرار في نادي الزمالك عكس نادي الآلي اللي يخط لك فيه أربع أيام خلاص باش مهندس عادل القيعي بعث العاقد ماضيت فيه وأنا في السفاقص رجعت وقال لي مبروك انضميت لآلي فالعمالية كانت سهلة جدا حتى المفاوضات كانت سهلة في يوم أنت ارتحت طبعا يعني أنت كان رغبتك كأنيس تلعب في الأهلي ولا الزمالك أنا الأمان الأهلي الأهلي لأن كان فيه في الوقت ده كان فيه وسامل عبدي كان فيه يامل بن ذكري على ما أعتقد في نفس توقيتك كانوا موجودين في نادي الزمالك ووقتها يعني ممكن خلاص أنا خرج الخبر أنه مضمئة نادي الزمالك كلمني واحد من الفئة خلي نادي زمالك مستعد يزيدك على العقد إذية مئة ألف دولار وسام تلاقيها وسامها وقتها وسام لسه جديد يبقى يامن يامن بن ذكري عادي موضوع خلص خلص يامن بن ذكري وقتها طبعا كنت أنت مضيت خلاص وبعده طلع الفيلم يعني الاختطاف بوبو جلبان وفي الصحافة فكانت العملية فيها لما وقتها خلاص يعني حتى لو مليون دولار زيد وقتها خلاص يعني قررت هذا كان كام نعم كان كام كان كام شلو فلوس مع اللهم وقتها كان كويس يعني كويس مش كمان للهم بتاع وقت لها نعم مش زيد الواحد لكن كويس جدا في الوقت هذيك وقت الدولار عنده يعني قيمة كبيرة في تولز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر